بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في البداية برضو مش هننسى إخواننا وحبيبنا وحتى مننا وأهلنا في السودان وفي فلسطين في غزة وفي سوريا وفي كل مكان أصابتوا الحرب أو أصابوا أي مكروه اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان اللهم سدد رميهم اللهم عليك بعدوهم اللهم تقبل شهدائهم اللهم داوي جرحاهم اللهم اشفي مرضاهم اللهم اطعمهم وسقيهم فليس لهم إلا أنت يا رب دي الأدعية اللي أنا قدرت عليها وربنا يقدرنا كلنا على أكتر من كده يا رب يا رب اللي يقدر على أي حاجة يعملها حتى قبل صلاة الجمعة سورة البقرة زي ما بقول دايما أنا مش عايزاكم تملوا من الدعاء الدعاء مخ العبادة فإحنا بنكسب سواب وهم ربنا يتقبل دعاءنا ليهم يا رب الفيديو بتاعي بتاعي النهاردة اتطلب مني كتير الحقيقة نصايح نصايح عشان تساعد المرأة العاملة في تنظيم وقتها وفي إدارة حياتها عموما دي شوية نصايح لكن أنا إن شاء الله بإذن الله حعمل للمرأة العاملة روتين في رمضان بإذن الله يا رب يقدرني ودعولي ربنا يديني الصحة يا رب عشان أقدر أعمل لكم اللي أنتو عايزينه تمام طبعا المرأة العاملة بيطلب منها يعني هي طلبت مني إن أنا أوفق لها بين طلبات الزوج وبين البيت وبين الشغل وبين الأولاد ومهام تانية كتير كتير هي مكلفة بيها والحقيقة هي ممكن تنسى نفسها في وسط ده كله وده اللي مش عايزاه أنا أبدا فلازم لازم نخط شوية نصايح كده تساعدها على إدارة وقتها وتساعدها على إن هي يتوفر شوية وقت لنفسها شوية وقت لولادها الحقيقة زي ما أنا دايما بقول لازم نهتم بكل الحاجات اللي قلتها دي بنفس الدرجة ما نهتمش بالبيت مية في المية ونسيب الأولاد ونسيب الزوج لازم نهتم بكله بقدر مناسب يعني مش هنقدر نهتم بكله يبقى نهتم بكله بقدر مناسب مش لازم مية في المية تمام طيب لازم نعترف بيننا وبين بعضينا كده إن إحنا رمضان للعبادة النصايح اللي هقولها دي نصايح عشان تساعد المرأة العاملة تنظم وقتها أو يعني تساعدها عموما إن هي تلم بيتها كده قبل رمضان تمام؟ وكمان في رمضان لازم برضو نعترف إن رمضان للعبادة وبس مش لأي حاجة تانية عشان كده بنقدم شوية نصايح عشان تفرغنا للعبادة في رمضان على قد ما نقدر أول حاجة أو أول نصيحة نظفي الفريزر وديه الفريزر لو عندك كويس واعملينه عملية جرد كده للمحتويات لو عندك بوائي اتخلصي منها يعني استخدميها كلوها في الأيام دي منها توفر معاكي مصاريف ومنها تنظفي الفريزر وتجهزيه عشان لو فرصتي حاجة أو جهزتي حاجة لرمضان يبقى عندك الفريزر جاهز والحقيقة الحاجات دي يعني التنظيف ده لازم نبصله على إنه فرحة مش إنه هو يعني عبقى علينا لا هو فرحة بدخول رمضان بإن الفريزر كده يبقى نظيف يبقى متنظم يبقى حلو متروأ حطينا فيه شوية صلصة شوية حاجات على قد الإمكانيات برضو بتبقى فرحة لازم نبص النص الكوباية المليان زي ما دايما بقول تاني حاجة نظفي جزء من المطبخ يوميا طبعا أنا عارفة المرأة العاملة ما عندهاش أي وقت لكن ممكن قوي وهي بتطبخ حاجة وهي بتغلي لبن وهي بتغلي أي حاجة تنظف ولو حتى ضلفة أو دورجة أو أي حاجة تمام تالت نصيحة البتجاز والتلاجة نظفيهم تنظيف عميق عشان دول هنستخدمهم كتير في رمضان وكمان مش هيبقى فيه وقت لتنظيفهم في رمضان تمام النصيحة الرابعة اوعي بقى تيجي على نفسك يعني لو ما عندكيش وقت للتنظيف العميق بلاش يعني خدي راحتك نظفي على قدك اوعي تيجي على نفسك دي نصيحة مني عشان انا عملت كده وندمت الحقيقة واللي ما عملوش كده محتفظين بصحتهم طبعا كل حاجة بأمر الله انا معترفة ومقتنعة ورادية وتمام لكن ناخد بالاسباب تمام طيب النصيحة رقم خمسة نظمي العلب بتاعتك البلاستيكية اللي بتفركش الدنيا دي وبتحسسك بالفوضى نظميها كده في بوكس كبير او في منظم او في درج او في ضلفة اي حاجة المهم نظميها دخليها جوة بعضها كده ولو في منها ما بتستخدميهوش ابعديه عن المطبخ خالص تمام طيب كمان اكواب العصير جهزيها لو انت بتستخدمي اكواب كتير في رمضان جهزيها كل اللي حاجات اطباق كل حاجات اللي بتحتاجيها في رمضان جهزيها وخليها قريبة في المطبخ الحاجات بقى اللي مش بتحتاجيها ابعديها خالص عن المطبخ خلي في المطبخ الحاجات المستعملة يوميا وبس تمام رقم ستة لو عندك اعطال سباكة نجارة اجهزة كهربائية صلحيها برضو قبل رمضان علشان ده حينفعك كتير مش هتبقي فاضية تعملي الحاجات دي في رمضان خصوصا المرأة العاملة تمام رقم سبعة المكان اللي بتاكلوا فيه سواء ترابيزة طولة صفرة اي حاجة افريشي تحت الصفرة او تحت الترابيزة او تحت اي حاجة بتاكلوا عليها مفرش عشان تلميه بعد الاكل كده وتنفضيه يبقى سهل يوفر عليك الكنس بعد الاكل تمام رقم تمانية شيلي بقى اي حاجة موجودة على الرخامة انا عرف ناس بتخلي الزيت والسكر والشاي ومعرفش ايه والاجهزة كل الحاجات على الرخامة يبقى ما عندهاش اي مكان تحط اطباق تستعمل الرخامة ما عندهاش اي مكان لأ شيري كل حاجة حطي بس في منظم او بوكس كده حطي فيه السكر والشاي والبون ده يبقى على الرخامة وبس طبعا ده هيبقى بوكس صغير جدا تاني حاجة حطي جنب البوتاجاز برضو بوكس بيحتوي على ايه على الزيت على علبة سمنة صغيرة على الملح بس برضو منظم صغير كده او بوكس صغير او علبة صغيرة ده جنب البوتاجاز خلاف كده حطي كله في الدوليب وحطي كله في مكانه المطبخ لما يبقى رايق بيريح النفسية جدا وبيبقى سهل تنظيفه جدا فخلي ده روتينك ودي عطيك حتى بعد رمضان خصوصا المرأة العاملة ما عندهاش بقى وقت تنظف الحاجات اللي تزيتت اللي لزقت اللي اتطربت اللي اتعفرت لا ما عندهاش وقت الكلام ده كله فشيلي كل الحاجات دي وخلي اللي أنا قلت عليهم دول بس تمام طيب رقم تسعة عودي نفسك زي ما قلت دايما في حاجات في فيديوهات كتير ايديك تاخد الحاجة تحطها مكانها خدتي برطمان سمنة حطيه مكانه في المنظم خدتي ازاست الخل حطيها مكانها بدل هي هي نفس الوقت والله نفس الوقت لو بتحطيه جنبك نفس الوقت نفس السانيتين هتحطيهم في الدولان ازاست الخل مثلا برطمان المالح ايا كان كمان هدومك تيجي من برة ما تريحيش على اي كرسي كده جنب الباب وتحطي دمبيس الترحة في حتة والترحة في حتة ومعرفش ايه وتقولي انا تعبانة وبس تريح وحبقى شيلهم لا دي سلوك او ده سلوك غلط جدا ادخلي على طول على قطك وحطي كل حاجة مكانها الموضوع مش هياخد اكتر من خمس دقايق وحتتعودي وحترتاحي وحتغفري وقت كبير جدا كأنك يا ستي مشيتي خطوتين زيادة كأنك حد عطالك وقفتي وقفة زيادة لكن عودي نفسك على كده وعودي ولادك على كده تمام طيب رقم 11 او رقم 10 اعملي ضمن قائمة مهامك وروتينك 10 دقايق للعبادة و10 دقايق لتنظيف اي جزء من غرفة يوميا في رمضان طبعا في رمضان لا خالص في رمضان احنا متفرغين للعبادة ويدو بيبقى فيه وقت للأكل طبعا خصوصا المرأة العاملة ما عندهاش وقت اكتر من كده خالص تمام وانا ان شاء الله هعمل لها روتين باذن الله تمام كمان نظافي من دلوقتي لغاية رمضان جزء من مطبخ يوميا حتى لو ضرفة حتى لو جزء من من مطبخ حتى لو جزء من دولاب اي حاجة هتيجي لغاية رمضان هيجي عليك هتلاقي نفسك منظفة من غير ما تتعبي من غير ما تقلبي الدنيا من غير اي مجهود يوم الشفاط يوم البتجاز يوم الدولاب اللي تحت الرخامة يوم الدولاب اللي تحت الحوض وهكذا بصي كده في الساعة هتلاقي الموضوع لو دولاب واحد مش هيخد منك اكتر من ربع ساعة اعملي ده في يوم يكون عندك اكل تمام يعني سهلي على نفسك من غير ما تتعبي نفسك وتهدي نفسك تمام طيب رقم 11 النقطة اللي فاتت دي عايز اقولك ان حسب امكانياتك الصحية وظروفك وظروف عملك يعني ما ترهقيش نفسك زيادة عن اللزوم كمان لو في يوم عندك اي ظروف عندك مشوار عندك حد اللي قدر الله تعبان في البيت مش لازم في اولويات انتي تعبانة لقدر الله مش لازم كله اي حاجة ومش لازم اي جزء من تنظيف ومش لازم اي حاجة عشان تدي نفسك حقها تمام طيب رقم 11 اوعي تقطع اللمون او برطقان او اي موالح على الرخامة هيتفاعل معها مع الرخام ومع الوقت هتلاقي الرخامة دي نقارت لكن نعمل ايه نخلي اتنين بلانشة او قطاعة واحدة للحوم واحدة للخضار ونخسلها ونشلها بعدها على طول الرخامة هتفضل نظيفة وحتحتفظ بشكلها طبعا الرخام دلوقتي مش بالساهل ولو نقارت مش بالساهل يعني هتاخد فلوس وحتاخد مجهود وحتاخد حاجات كتير احنا في غنى عناها فنتجنب كل ده ونعمل البلانشتين او القطاعتين قطاعت اللحوم لازم بعد كل تقطيع تخسليها بمية سخنة ولمون اشرت لمونة كده تعكيها بيها جامل وبعد كده مية سخنة وخسليها عادي عشان تتعقم كويس رقم 12 احتفظي بقشر اللمون قشور الليمون كنز يا جماعة في البيت انا قلت قبل كده وعملت فيديوهات قبل كده عنها لكن هنا حقول اني لازم تحتفظي بقشرة لمونة جنب الحوم والباقي حوشي ادخري كده في كيس في الفريزر علشان تبقي تستعملي الاستعمالات اللي احنا قلنا عليها مش عايز اطول الفيديو عليكم تمام لكن لو عايزني اعمل فيديو بقشور الليمون تاني ما عنديش مانع قلولي في التعليقات قشرة الليمونة اللي جنب الحوت دي بعد المواعين او بعد ما تخسلي البتجاز او بعد ما تعملي اي تنظيف شفاط اي حاجة هيأثر على ايديك ادعاكي بيهم ايدك كويس قوي قشرة الليمونة دي هتفتح ايدك وحتعقمها وحتبيضها وحتخليها نعمة زي ما كانت مفيش اي منظفات هتأثر عليها تمام؟ طيب الرخم اللي بعد كده اوعي تحطي اغراض او ادوات او اي حاجة فوق دولاب المطبخ لو حاجة مستغنية عنها او مش هبتستعمليها كتير زي ما قلتلك ابعديها خالص عن المطبخ لكن لو ما عنديكيش مكان مضطرة حطيها غلي فيها في كذا كيسة وبعد كده تبقي ساعة التنظيف تشيل الكيسة دي ترميها هتكونت زيتت وتوسخت جدا فحتلاقي الحاجة اللي جواها نظيفة زي ما هي مش تحطي الحاجة كده وتتزيت وتتوسخ وتتعفر وبعد كده تدوخي بتنظيفها احنا بنتجنب اي تنظيف واي وق حاجة تاخد مننا وقت وجهد كبير تمام طيب الرقم اللي بعد كده رقم 14 لو عندك ادوات مش بتستخدميها كتير ابعديها عن المطبخ تماما ادوات محشي بقى ما بتعمليش محشي كتير مضرب بالكهرباء معالق اكواب زيادة اطباق زيادة بولاد زيادة اي حاجة انت مش بتستعمليها كتير ابعديها خالص عن المطبخ شوفي لها اي مكان كارتونة كبيرة كده حطي فيها كل الادوات اللي مش مستعملة انت هستعمليها بعدين ابقي عارفة تبقي عارفة انها مكانها هنا لكن خلي في المطبخ الحاجة المستعملة بس ده هيسهل عليك كتير تنظيف المطبخ وحيريح نفسيتك جدا رقم 15 لازم يكون فيه في المطبخ فوطين اتنين فوطة واحدة لونها فاتح عشان تمسحي فيها اديكي وواحدة اي لون او مشجرة او زي ما تحبي علشان تمسحي بيها اي حاجة وقعت اي بوتاجاز اي حاجة تمسكي بيها الحلل اي حاجة دي واحدة للمطبخ واحدة لأديكي انسي خالص ان انت يبقى ما فيش في المطبخ فوطة فتضطر تمسحي في هدومك لما تكوني عايزة تمسكي موبايل او تمسكي اي حاجة لازم تكون لونها فاتح عشان تبان قدام عينيكي لو انها اتوسخت واخسليها مع الغسيل عادي تمام طيب رقم 16 اتخلصي فورا لو عندك فوطة في المطبخ معلش يعني مع احترامي ليكم بقى لونها داكن جدا بني ملزقة وحشة جدا اتخلصي منها ارميها فورا وعملي فوط تانية زي ما قلتلك او اعملي مساكات من اي من اي اقمشة او اشتري مساكات او اتصرفي المهم الفوطة الوحشة دي ارميها فورا دي مصدر للبكتيريا والميكروبات والفيروسات وكل الحاجات الوحشة تمام وحتمسكيها وايدك حتمسك حاجات تانية فاتخلصي منها فورا زي ما قلت يا ام تشتري لو ما عندكيش امكانيات للشرة اعملي مساكات بنفسك من اي حاجة عندك اي اقمشة عندك بوائي اقمشة او اي حاجة رقم 17 لو عندك مواعين ومأجليها شوية مش قادرة تخسليها حطي فيها مية لازم عشان تبوش عشان تترا كده تبقى سهلة في التنظيف بعد كده تمام رقم 18 خلي سبونشة او ليفة مواعين او اي اداة انت بتخسلي بها المواعين واحدة للكبيات واحدة للتصاط والحلل عشان لو غسلتي ببتاعة المواعين او الحلل او التصاط الكبيات هتتظفر وحتبقى راحتها سيئة جدا فواحدة لدي واحدة لدي رقم 19 غلي في بسكة الزبالة بكيسة كبيرة كده سودة عشان ما يتوسخش وتضطر يتنظفيه كل شوية كمان حطي فيه شوية بيكربونات السوديوم شوية نشادر شوية ملح اي حاجة علشان تعقمه وتخلي الريحة احسن وما يبقاش مصدر للهموش والزباب والبكتيريا والحاجات دي رقم 20 الحوض وقعدة التولد يوميا لازم يتغسله بصي في الساعة كده مش هتلاقيهم ياخدوا اكتر من ثلاث دقايق لو انت بتعمليهم كل يوم لكن لو بتأجليهم هياخدوا وقت منك كتير ومنظفات كتير ودعك ومجهود كتير فيوميا وانت بتتوضي عشان صلاة الصبح اعمليهم مش هياخدوا منك اي حاجة رقم 21 البتجاز يتنظف يوميا بفوطة مبلولة مش هياخد برضو منك وقت خالص لو يوميا لكن لو ركنتي هياخد منك منظفات وقت وجهد كتير جدا 22 حطي بقى قائمة بأكلات الشهر ووفري على نفسك قوي التفكير ووقت التفكير وان انت تجيبي كل حاجة وحاولي تخزني بيتك بالوجبات دي اللي انت حطتيها وعملت لها قائمة في رمضان بإذن الله او في اي وقت طلعي من بالليل لو انت عايزة لحوم او اسماك او فراخ معوجودين في الفريزر طلعيهم من بالليل على رف التلاجة الاخير في طبق طبعا عشان ما يوسخش الرف لكن لو انت مستعجلة قدامك ساعتين بس طلعيهم برا المطبخ برضو في طبق علشان تتجنبي الميا اللي هتنزل والروايح والدم اللي هينزل منهم رقم 23 زي ما دايما بنقول البركة في البكور قومي بدري هتلاقي نفسك الوقت بتاع الصبح ده هتنجزي فيه مهام كتير وحتبقي مرتاحة قومي الفجر صلي الفجر نامي ممكن تنامي ساعة بعدها وممكن لو انت امرأة عاملة ما تناميش بعد الفجر خالص الوقت من اول الفجر لغاية شغلك ده وقت رهيب في البركة هتلاقي انه هو بتعملي فيه حاجات كتير جدا ومن ضمنهم عنايتك بنفسك او حاجة بتحبيها الرقم اللي بعد كده ايه وعي تنسي نفسك من كل مهمتين او تلاتة حطي لنفسك كده وقتا او لعشر دقايق استرخاء استمتاع بحياتك اي حاجة تعمليها بتحبيها دي هتعتبر شحن لطاقتك علشان تنجزي المهام اللي بعد كده لكن لو اهملت الموضوع ده هتحس ان انت كأنك في دايرة وعملت دوري فيها وصدقيني محدش هيقدر وحتى لو حد قدر انت محتاجة تحبي نفسك وتقدري نفسك وتهتمي بنفسك زي ما انت بتهتمي بكل حاجة حواليكي اولادك زوجك بيتك فلازم لازم الحتة دي تكون موجودة حتى في رمضان تمام دا كان فيديو بتاعي بتاع النهاردة ودي كانت النصايح بتاعتي للمرأة العاملة وممكن المرأة الغير عاملة تستفيد بيها برضو قلولي في التعليقات لو الفيديو عجبكم وبحبكم جدا وكل سنة وانت طيبين كل سنة وانت نعمة في حياتي وربنا يدمها نعمة يا رب وبشكركم جدا على تعليقاتكم وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد الفسلم